أصوات بلا وجوه بتعود لديرة الحديث فقط عند كل استحقاق نيابة هم أبناء الطائف الإسرائيلية بلبنان والانتشار بآخر انتخابات عام 2018 بلغ عدد النخبين من الطائف الإسرائيلية المسجلين على لوائح الشطب نحو 4700 هي أرقام سابتة ما بتتغير ففي حين بتم تجيل بعض الولادات القليلة جداً بالمقابل ما عم بتم حزف الوفيات فأغلبية اليهود هاجروا من لبنان قبل الحرب 4000 ناخب من أصل 4700 بحسب السجلات مسجلين على لوائح الشطب بديرة بيروت ضمن خانية الأقليات خصص لأبناء الطائف الإسرائيلية اللبنانيين 48 علم اقتراع علماً انه القليل منهم فقط بمارسوا حقهم بالانتخابات فالإحصائات بتشير إلى نحو 9 مقترعين من الإسرائيليين بانتخابات عام 2009 أما بالعام 2018 اقترع 13 إسرائيلة توزعوا على الشكل التالي ثلاث أصوات بديرة بيروت الأولى وخمس أصوات بديرة بيروت الثانية وصوتان بديرة المتن وثلاث أصوات بتشوفوا عليه أما تحضيراً لانتخابات العام 2022 فكان لافت إقدام 16 إسرائيلي على تسجيل أسمائهم بدول الإختراب 13 إسرائيلة بأوروبا وتحديداً فرنسا 2 بأمريكا اللاتينية و1 بأفريقيا سقط منهم 2 ليتراجع العدد لـ 14 بعد التديق يلي أجرته وزارة الخارجية ثم الداخلية وتوزعوا على الشكل التالي 10 إسرائيليين للاقتراع بديرة بيروت الثانية وأربعة بديرة صايدة يذكر أنه بالعام 2009 تقدم زياد بارود بمشروع أنون يرمي لتعديل التسمية لتصير الطائفة اليهودية بدلاً من الإسرائيلية منعاً للالتباس وأكر مجلس الوزراء مشروع الأنون وأحاله لمجلس النواب علماً أن بارود لفت حين لوجود التباس على التسمية وعشار إلى أن الطائفة الإسرائيلية هي بالواقع الطائفة اليهودية بلبنان وبتضم لبنانيين من اليهود وما قلن علاقة بالكيان الإسرائيلي من قريب أو من بعيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر